تحت رعاية ساعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أقيم احتفال الوزارة الافتراضي بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيص هذا العام للمرأة في مجال العمل الدبلوماسي والقى وزير التربية والتعليم كلمة خلال احتفال الوزارة الافتراضي بمناسبة يوم المرأة البحرينية أكد فيها أن ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات عديدة يأتي في سياق الإنجازات الحضارية الشاملة التي تحققت للوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى بدعم ومسندة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء مشيدا بالدور البارز للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك المفدى في مجال تمكين المرأة وتعزيز جهودها في جميع المجالات وضاف الوزير أن هذا الاحتفال السنوي يعد فرصة طيبة للتعبير عن الشكر والتقدير لإسهامات المرأة البحرينية في بناء الوطن وتنبيته في المجالات كافة ومنها المجال الدبلوماسي الذي تهتم به وزارة التربية والتعليم من خلال الملحقيات الثقافية في سفارات المملكة بالخارج والتي يوجد بها اليوم عدد من النساء التي يبلين بلاء حسنا في خدمة الأبناء الطلبة وفي إبراز صورة مملكة البحرين وإنجازاتها وتسليط الضوء على الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة لذلك من تأثير إيجابي على مكانة البحرين وصورتها الدولية وأكد الوزير أن لجهود المملكة في توفير فرص التعليم للمرأة دور بارز فيما حقته من نجاح في المسيرة الوطنية مشيرا إلى أن إنجازاتها والحقوق التي اكتسبتها قد قامت الوزارة بدمجها في مناهجها وكتبها المدرسية لتصبح جزءا لا يتجز من الحياة البحرينية العامة هذا وتم تكريم متسبات الوزارة من المستشارات الثقافيات الحاليات والسابقات في سفارات المملكة بالخارج وموظفات قسم الملحقيات الثقافية بإدارة البعثات والملحقيات ومعلمات مادة التربية للمواطنة وبعدها تم عرض فيلم عن تجارب المستشارات الثقافيات خلال مسيرة عملهن في السلك الدبلوماسي